تكون نبدأ بقى كريم بالمهم طيب المهم ان النادي الاهلي بيواصل حاليا استعداداته وبرضو جديد بالذكر عن فكرة السنة نقول لحضراتكم من الفقرة الثالثة هتكون فقرة طبية مسجلة مع الدكتور بهل السعيد اللي هينكلم معه اكيد الموضوع مهم جدا المهم النادي الاهلي بيواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة القطنة الكاميروني اللي ان شاء الله هتقام في مدينة جروة اليوم الجمعة اللي جاي ضمن منافسات الجولة الخمسة لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا خاض لعيبي الفريق الميران بالامس على ملعب جامعة بريتوريا تدريبات كانت تشمل تدريبات داخل صالة الجيم وكمان تدريبات الكرة وادى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت اشراف ميشيل يانكن المدرب حراس المرمى طبعا بعثة الفريق هتغادر جنوب افريقيا ان شاء الله يوم الاربع الظهر المتوجهة الى الكاميرون وبالتأكيد البعثة هتستكمل كل الاجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول اقراص الملاريا قبل السفر للكاميرون زي ما هو متبع من زمان